شفت السؤال هذا المعايير الثقيل اللي يقول عمري خمسين سنة وما امتلكت أرض يا جماعة من اللي صنع هادا الصورة الذهنية انك لازم امتلك أرض من اللي صنعها يعني انا شفت حي من احياة الرياض القديم جدا اظن اسمه ام الحمام السبوع الماضي المتر بل بسبعة الاف ريال يعني سبعة الاف اذا أرضك ألف متر يعني بسبعة مليون هذه سكنية وسط حي يبغالك سبعة مليون عشان تشتري الأرض طيب شرعينا بسبعة مليون إذن موظف الراتبي عشر الاف يبغالي سبعة الاف سنة عشان اجمع المبلغ هذا قلع سبعين الف سنة ولا أولاد وأولاد أولاد يجلسون يسددون بعدية حتى قيام الساعة ليه ليه الفكر هذا انه لازم بأرض أبو سبعة مليون ليه أنا مستغرب من أفكار الناس والضغط الهائل والصورة الذهنية اللي صنعتها لهم والحياة النفسية اللي تصنعها الحريم للرجال وانه منت رجال زي رجال ما معك أرض وما معك مدرية يا جماعة شقة كويس شقة ثلاث غرف كويس شقة أربعة غرف كويس شقة أطراف المدينة كويس ما هو لازم تسوي زي اللي لهم خمسين سنة في مكان معين يعني أنا دائما أقول الأصول والخصوم لا تكثر خصومك لا تكثر خصومك لا تكثر وما هو لازم أرض وما هو لازم بيت هجار إيش المشكلة يعني خلاص أنت حر وأنا موظف وما قدرت ومدريش وناس يصنعوا لي ده الصور الذهنية إنه لازم باعك بيت وصورك شقة كده فخمة جدا وامتلك مدريش تعال هي قيمتها مليون وشوية لقد هي بالبنكة أربعة مليون إلى ثلاثة مليون وتورط ما دمت حي سبعين في المئة إلى ثمانين في المئة مرات بك يروح تقصيد مشكلة كبيرة أنا أقول خلونا نصغر الصور الذهنية شوي واللي خلقنا ما بليم سنة وتسعين في المئة مسكها العالم ما هم يمتلكوا الأراضي ساكنين في شقاق إجار والأمور ماشية ونحن لسنا ثابتين في الأرض بيتموت بعد سنتين ثلاثة أنا كان مهما كونت أنت مهما كونت هتموت والورث يتناحرون عليها ويالعنوني كم كنت موجود أن كان عندك هذا الماما كنتم يترفون بها وينعمون بها جوالات وألعاب وسفريات أنا أقول ما في مانع أنك تبني أصل إذا عندك رأس مال وبادي بداية حياتك تشتري أطراف المدن زي ما قلت وأطراف المدن تأخذها بعشرين وثلاثين ألف الآن أطراف الرياض على بعد ستين كيلو من الرياض شرقا بخمسين بستين باربعين بتسعين زي كده معقولة وبعد عشر سنوات تتطلع مليونين ثلاثة لك والأولادك